فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن إنسان بسيط بيقوم بإطعام الكلاب وهم وقفين بالدور كل واحد عارف دوره وعارف إن الراجل البسيط ده مش هيبخل عليهم دايماً فيه مشاعر ألفة بينهم وعلشان كده الكلاب متجمع حواليه وبتحبه جداً جداً وإحنا بنشوف مع بعض الفيديو دلوقتي وإحنا بنتكلم عنه وعايزين نقول إنه الرحمة لا تتجزأ الرحمة ملهاش علاقة بالغني والفقير لأن للأسف فيه بعض الناس بتربط التعذيب الحيوانات وقصوة على الحيوانات يقولك هو لا يأكل ما هو نفسه مش لا يأكل فطبيعي حيبقى حنين على يأكل الحيوانات إزاي طبعاً كل دي حاجة جواهية ومش حقيقية الإنسان يعنده رحمة يا ما عندوش رحمة بغض النظر هو معاه فلوس أو اقتصادين كويس أو مش كويس وبنشوف ناس كتير بتبقى اقتصادين مرتاحة وبتتعمل بمنتهى القصوة مع الحيوانات وفي الحقيقة بالذات الكلاب الضلة والحيوانات الضلة اللي في الشوارع لازم يعاد صياغة الوعي الإنساني ناحيتها مرة أخرى ليه بقى؟ لأنه مش ممكن يعني اللي قعد في كومباوند مش عايز تشوف كلاب والقعد في الشارع بيدرب الكلاب واللي مش عارفة إيه بينزل يسممه الكلاب وينزل يضربون بخرطوش طب يعني المخلوقات دي تروح فين يعني؟ يعني ما هي دي برضو أولاً دي روح وكائنات حية وربنا ما وجدهاش عشان نقعد نعمل فيها كده يعني لازم نبتدي نعمل يعني إحنا مش بنخترع العجلة في يعني في كل دول العالم منظومة التعامل مع الكلاب الضلة معروفة التعقيم عمليات التعقيم التطعيم وإطلاق صراحهم وإن إحنا بقى كباني قدمين يكون عندنا الوعي بأن ما نجيش ندايقهم يعني ما نتعرض لهمش هم مش هيجوا جنبين على فكرة يعني بالعكس المخلوقات دي بتكون مسلمة جداً وإذا كانت بتهجم على حد فده من الخوف اللي شافته من الدرب اللي بتتضربه بتدفع عن نفسها يعني رفقاً بالمخلوقات دي ده الواحد ممكن يدخل الجنة ولا ينيهال بالرعاية مش عايزين ننسى يا مهن فيه سيدة دخلت الجنة علشان أطعامت قطة وأنقذتها من الجوع كمان مش عايزين ننسى أن فيه ناس رحيمة لازالت فيه ناس رحيمة عاملين ملاجئ على حسابتهم الخاصة لإطعام الكلاب والقطة المشردة يا مهن وفيه ناس كمان رحيمة جداً لما بتلاقي كلب ومصاب في الشارع مش هحكي لك أنت أكيد عارفها يا مهن بتاخدوه بتعالجوه على حسابها الخاص يعني لا زالت فيه ناس يعني حتى والله يعني هل الناس دي ما بتسلمش من الناس التانية اللي كلها شر يعني حتى فيه ناس بتيجي تأكل الكلاب يتهجموا من الناس تانية طب هما بتأكلهم يعني انتوا لو بترحموا ولا سبيل رحمة ربنا تنزل لا الرحمة طبعاً يعني بالحيوانات ضرورية جداً ومش هننسى زي ما قلنا أن فيه سيدة دخلت الجنة بسبب أن هي أطعامت قطة